تاخد رأي مينة لما بتيجي تختار حاجة دور؟ في فترات في حياتي يعني انا فترة يعني حسين الامام الله رحمه حبيبي اه انا فكرة ده كان صاحبك اوي زمان اوي كنت بقول له استاذ احمد زاكي وهو نصحني ان انا مشتغلش افلام اولاد استاذ احمد زاكي اه قال لي لا وكنت برجع كنت باخد 23000 جنيه فالتسعينات اول التسعينات ورجعت العربون اللي هو استاذ مجدى عبد المسيح هو فاكر كان الاستاذ ابراهيم شوقي وكان فيلم من الافلام اللي هي مقاولات اه مش عايز اقول اسماع لهم عشان دول زماني ورجعت ورجعت اه ما كانش معايا عشرين جنيه حت بنزين ورجعت العربون قال لي ده هيستهلكوك وهيخلوك نمطي وبعدين هتنزل لكن انت جواك ممثل وجواك ممثل فاجر اه على فكرة الله رحوك احمد زاكي خلينا بقدم جبت سيرة احمد زاكي لازم نتكلم احمد زاكي انت متعملش الحاجات دي عشان ما تبقاش نمطية مم انت اشتغل واختلف في الادوار حتى انا اجتهدت على مدرسة الاختلاف دي من بدري حدش كان واخد باله بس انا من ساعة ما بدأت وانا بتحاول تبقى مختلف نعم يعني مثلا في فيلم ديسكو ديسكو ده كان تالت فيلم لايه ولا حاجة بعد امريكا شيكابيكا انا وعمر عبدالجليل انا طالع في الفيلم الولد ابو ندارة النيرد هاي سكول نيرد اللي بيجاكر وبطلع الاول شاطر وابوه مدرس لغة عربية وطيب وفاهم مع ان شكلي المفروضة بيع اللي الولد اه مخدرات اه في الفصل ايو ايو وجاي من الاكشن ايو بس كان شكلك فعلا النيرد اه اه وكفية انه ممكن ابقى في حد مرة ما اعمل زابط مرة اعمل حرامي مرة اعمل شرير مرة تعمل طيب مرة اعمل يعني ايه ده الشالنج بتاعك ده الشالنج الحقيقي ليك عايز اقف عند احمد زكي هل انت بسهب الملاكمة كانت اول فرصة ليك في كابوريا مع احمد زكي انت اورادي بتلعب كنت ملاكمة وهو نابس السلسلة هو اه اه باكسين كلابس باكسين كلابس اه 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 هي كانت تاني فرصة كان في فرصة الاول بس انا كنت ساعتها في الناشنال تيم اه اه كنت ملاكم بقى واصحابي بقى احمد احمد بات ايو ابتال معادي بقى ابتال معادي اه مجموعة كبيرة وكنت ملاكم في المنتخب القومي والعسكري كنت مسافر مع الناشنال تيم وكنت هعمل فيلم اسم سراع الاحفاد وكان مساعد استاذ عبداللاطيف زكي ايوة اه استاذ اشرف فاي ومع استاذ نور الشريف اه وانا اخوهم الثالث اوكي واختروني بس مقدرتش اطلع من المعسكر واروح امثل اوكي فراح علي الحظ والفرصة وانا بقى كنت زعلان بقى اي ودي كانت كانت اول مرة هتبقى يعني اه بعد كده اه احنا لايف دلوقتي على فكرة لايف اه من خلال الحوار مع النجم محمد لطفي من كترة ما هو ما بيطلعش فانت دلوقتي هتحكي لنا موضوع الملاكمة وفيلم كابوريا هل فعن الملاكمة كات هي السبب اه اه هي السبب كات هي السبب هو استاذ خيري بشارة كان بيدور على ملاكمين اه ما يكونوش اطول من استاذ احمد زاكي ما يكونوش اطول من احمد زاكي اه هو قالولي كده كابتن امام فاهمي من الضرب الاحمر هو استاذ خيري دايما برضو من الناس اللي هو بينزل ويروح يشوف الاماكن الساحات الشعبية ويروح نادي مختلف ويعاين بنفسه والاسبكية والحبانية والضرب الاحمر والسيدة زينة بينزل الاماكن اللي هي الشعبية لان القصة عن ملاكم شعبي اللي هو هود هود فلما نزل هناك وعادي يشوف الناس وقابل بقى المدرين الاندية اللي هم بتوع الملاكم ومدربين فقالوله لطفي قالوله في وقت ملاكم كان هيعمل افلام هو لزيز كده وليه حركات انا كنت لايه ستايل كده غريب شوى يعني ومازلت اه يعني ومازلت يعني هو جايلنا من الساحل اهو بالشارت وابيد ابيض وبالبوكسر جلافز وكنت دايما اقول لهم ان انتو انا كنت هعمل فيلم مع استاذ نور الشريف انتو دعتوا ايه حرفات زي دعتوا فرستي اه فبعتولي ورقة مع اخويا حسني روحت لقيت الورقة دي فروحت اختبرت وكنت من اول مرة على تقول اختاروني وقابلت بقى استاذ احمد زاكي بعدها بكم يوم وقابلت استاذ عمر الشريف كان عاديين في فندق في شارع سوريا كان اسمه كايرو اين كان بتاع واحدة اسمها جلادس اللي كانت بتعمل ايوه الغريمة بتاعت رغدة في الفيلم مش عرس ودي ايوه ايوه قابلت احمد زاكي وعمر الشريف اه اول مرة في حياتي رايح بقى حالق كده ومعايا لبس الجاكت الجيش ده لطفي انت كان عندك شعر بس وانت صغير اه لغاية سن معين بعد كده اختفى ما بقاش موقع لا اه انا حلقت كده مرة وعجبك وعجبك اه وبعدين شعري بقى خفيف من هنا ايوه فحسيت ان ده شكل مريح اكتر ستايل ستايل قابلتهم واختروني وقابلت حسين الامام وكان اختيار ومن هنا بقى في صداقة بينك وبين حسين الامام في الفيلم من اول يوم والله انه كان معاك في كابوريا على طول الصديق او مان كنا بنشوف بعض يعني يعني تعريبا يعني ممكن يومين في الاسبوع ما نشوفش بعض ايه اللي كان بيميز حسين الامامام حسين اه شخص مهزب اه شيك قوي ابن ناس مش فرقة معاه يعني مين ايه ولا مش ناس مشهورين ولا ناس بيحبش الناس للناس ممكن يحب عبد الفراش زي اهم حد في العالم زي اه عشان عنده اكتفاء نفسي فهو بيحب الناس عشان الناس فهو انا شخصيتي معاه لفقت وبقى انا اصحاب وحباي فايه مهما الحياة تبقى up and down مفيش حاجة تغيرت يعني هو نفس العلاقة نفس السلام انا كنت بلاقي ده مع استاذ احمد زاكي مع الاستاذ حسين الامام وامانة يعني مع صديقي الناجم وعمر دياب مفيش حاجة تغيرت علاقت بيه من ساعة ما مرفنا بعض ساعة فيلم جده لعب وحب ضحكه ولعبه جده وحب مع طرقة المثاني فدي ناس في ناس بتتغير او الشهرة بتغيرهم الشهرة مغيرتكش خالص بحب انت من يوم طلعت وانت زي ما انت اصلا انا لو الشهرة غيرتني مش عارف ابدعها مش عارف اتعامل مع الناس مش عارف اختارك الاجواء مش عارف اروح الحرفيين اعمل العربية بتاعتي وبتصور مع الناس ويعني هم كمان بيشوفوني مرة واحدة فيعني البساطة حلوة وبتعامل مع الناس وبشوف اللي بيحصل ايه عشان كده قدر اقولك بتتعامل مع التمثيل كهواية طول الوقت مش كشغلانة مش كمهنة طبعاً بحبها وبحاول اكتهد كل مرة وبتعلم مش شايف ان انا بعملت حاجة يعني كل مرة يجيلي حاجة بحس ده ممكن ابقى احسن هو تقريباً كده يا انجي مش دي الحقيقة يعني مفيش حاجة الواحد يقدر يعملها تبقى مية في المية خالص الى الاخر يوم في عمرنا اه لو انا قعدت لحد بكرة ممكن اقابل ظروف يحصل لي حاجة اتعلم حاجة اكتر فهعمل دي احسن ممكن افكر حتى يعني وانا بتكلم طب انا كنت ممكن اخلي تونالتي الصوت هنا طب مخدتش نفس كده ليه يعني مفيش حاجة برفكت وكل ما الواحد ما بيدور ويعمل اقصى جهده ان هو يعمل لنفسه قدام شوية ويتحرك يبقى احسن يعني في الاخر هي هيصب في قناة حلوة هي دي هي المستقبل